ومن الجزائر ينضم إلينا جمال سوالح نائب رئيس مجلس الشورى الوطني الجزائري سيد جمال استمعنا إليك قبل قليل في التقرير ولكن يبقى التساؤل ما هي الضمانات التي سترضي الحراك للبداية الصحيحة والحقة في مبادرة عبدالقادر بسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى أنا أشكركم على هذه تفضل أشكركم على هذه الاستضافة وأقول بداية أن الحوار كمبدأ لا يختلف فيه إثنان ولا يتناطح فيه عنزان كما يقال ولكن يبقى الإشكال في الضمانات من أجل إنجاح الحوار نحن نعتقد أن الضمان الوحيد لإنجاح الحوار هو الشعب الجزائري لأن هذا الحوار إنما هو ثمرة جهاده وثمرة صبره خلال خمسة أشهر وهو ينزل بالملايين إلى الشوارع للمطالبة بحل الأزمة السياسية والاقتصادية التي أدخلت العصابة بلدنا الجزائر فيه أما ما جاء في البيان الذي تلاها رئيس الدولة بن صالح فعلى القدر أننا نتحفظ على الكثير مما جاء في كلامه لأنه حدد موضوع الحوار اسمح لها بالمقاطعة سيد جمال اسمح لها بالمقاطعة لكن الجديد الآن هو ليست مبادرة الرئيس المؤقت الجديد الآن هو ذلك الترحيب من الحراك ومن المعارضة ومن الأحزاب في الجزائر بأنها ستقبل بهذه المبادرة ولكن بضمانات والسؤال هو ما هي الضمانات أنا أتحفظ على قول هناك ترحيب الناس كلها تتطلع إلى الحوار وهذا أمر مسلم به كما قلته في البداية الآن الضمانات التي يجب أن تتحقق لهذا الحوار هو تحقيق مطالب الشعب نحن لا نثق في العصابة بأن تدير الحوار أو أن تؤتمن على مخرجاته لأن الحوار ليس مطلوبا لذاته نتحاور ثم بعد ذلك بعد الحوار ماذا ينتج؟ أكيد أنه تنتج بن صالح قال بن صالح قال أن مؤسسات الدولة ستكون بعيدة عن هذا الحوار وكذلك الجيش هذا القول نحن في قوى التغيير وفي قوى المعارضة نعتبره نوع من المزايدة ونوع من الهروب أمام الواقع نحن في دولة جزائرية تحكمها مؤسسات يا سيدي نحن لسنا في قبيلة يأتي حوار ويتحاور الناس خارج مؤسسات الدولة نحن دولة جزائرية لها التزامات داخلية ولها التزامات دولية والمؤسسات الدولة الجزائرية يجب أن تظل قائمة والحوار هو أحد مخرجات الأزمة السياسية والتي يجب أن تكون مؤسسة الدولة طرفا فاعلا فيها لكنكم لا تثقون في هذه المؤسسات يا سيد جمال حتى أفهم معك الصورة بوضوح لكنكم لا تثقون في هذه المؤسسات نحن لا نطعن في مؤسسات الدولة نحن نطعن في العصابة التي استولت بغير وجه حق على هذه المؤسسات الدولة من هي العصابة سيد جمال من هي هذه العصابة؟ العصابة صارت الآن معروفة هي المنظومة التي كونها بوتفليقة خرال عشرين سنة من حكومة وأذرعها المالية والإعلامية المختلفة ألا يوجد قضاء في الجزائر سيد جمال ألا يوجد قضاء في الجزائر نتحدث الآن عن دولة مؤسسات ألا يوجد قضاء في الجزائر من يدان قضائيا فلتتم مقاضاته يوجد قضاء في الجزائر ولكن لحد اليوم نقول أن القضاء نحن نخضع للقضاء ونحن مبتهجون ومصرورون بمحاكمة العصابة والزج بها في السجن ونطالب بأقص العقوبات لأنها خانة الوطن وخانة الأمانة ومع ذلك نحن نتحفظ ونقول أن العصابة ما زالت هي التي تشرف على مؤسسات الدولة والحراك الشعبي كان يطالب بذهابها حتى يتسنى للجزائريين الإتمئنان على مستقبلهم ثم إدارة حوار جاد يخرجنا من الأزمة السياسية ومن الأزمة الاقتصادية ومن مخلفات هذه العصابة التي أهلكت الحرثة والنسل ولذلك سيد الكريم الضمان الأولى هو تحقيق مطالب الشعب التي ظل خلال خمسة أسر يطالب بها وهو ذهاب هذه الرموز التي جثمت بغير وجه حق على مؤسسات الدولة أشكرك سيد جمال سوالح نائب ورئيس مجلس الشورى الوطنية الجزائرية كنت معنا من الجزائر العاصمة ترجمة نانسي قنقر